يبقى هنا الأهل يا دكتور مش الخوف بقى من الفرح ولكن التخويف بقى لو ما نجحتيش لو ما جبتش المجموع الفلاني لو ما دخلتش الكلياة الفلانية لو ما عملتش الحاجة لو ما قبلتيش العريس لو ما اشتغلتش الحتة ممكن التخويف ده يؤدي لتوقف التفكير عند الولاد ويعملوا في نفسهم كده؟ طبعا وده اللي بيحصل فعلا اني أنا زي ما حالك في المثل بتاعك أنا دخلت الامتحان مش أعرف أجيب 100% زي ما وعدت أهلي أو هم متوقعين وبالتالي أنا ما عنديش فكرة خالص أنا في مرحلة رعب إزاي هكون سائط في الامتحان وأنا النتيجة تطلع مش زي ما وعدتهم فبالتالي تفكير يقف وأعمل الكلام ده الجماعة في مش بس في مصر في اليابان الدولة هناك مشهورة جدا بأن كل الشعب عايز يطلع الأوائل ويرفعوا رأس الأهل الطالب لو ما عملش نتيجة كويسة بيروح البيت يانتحر أعم أضالي انتحار وانتحار البسؤولين والأضالي الفساد والانتحار وحاجة هم برضو عندهم نفس حكاية من كتر ما هم عندهم إن المجتمع الياباني بيقول للطالب لازم تطلع الأول لازم تجيب درجات عالية جدا لو ما جبتش انت هتهين الأسرة وتهين المجتمع وتهين نفسك وتبقى بعيد جدا عن الآلهة بتاعتك فالشاب أو الطفل بيبعى عليه ضغوط نفسية كبيرة فضيعة فضيعة أول ما يجاوب حاجة غلط تروح شائق بطن يبقى حركة بتقول كده أفهم من كام حركة إن ما نحملش ولادنا ولا نحمل أي حد حوالينا أكتر من طقته ما نضغطش عليه نفسيا صحيح طب فكرة يعني بعض الحالات اللي كان الأسرة بتتعامل فيها لازم تعمل كذا لازم تعمل كذا فكرة الأمر والنهي المتواصل وعايش في أردارات هل ده ممكن يؤدي في بعض الأشخاص اللي هالأحدية دي يعني أو تشوف من زاوية واحدة هل يؤدي بهم دلانتحار ما هو أنا لو لغيت شخصيتي هو الأهل اللي دايماً شايفين إنه أحسن حاجة تعملها إنك تعمل زيه على أساس إنه ده مريح يعني أنا كده ضغم إنه أنت مش هتخرج برا الخط ولا هتعمل حاجة غلط بما إن أنا ماشي صح وإنت هتقلدني بما أنت مشي صح يعني هو مين كان ماشي صح مع أني أنا بستقرب ما أكيد الأب نفسه أخطأ وما كانش يعني ما خدش جهازة نوبل يعني كان إنسان عادي يعني لو هو ربنا أقلدنا كده قال لك كل ابن قدم خطاء صحيح بأمرت أنت مش هتغنط يعني مثلاً فالمهم إينا الأهالي بيصروا على إن الإبن أو البنت تمشي على شريط القطر اللي هم عايزينه ولو طلعب برا شي بالقطر تبقى مصيبة سعودة فيبدأ الطفل يرائب نفسه ويرائب الخطوات بتاعته وطلع جهازين قال لك إيه لو بصيت لرجلك تقع صح لأن اللي بيرائب نفسه دايماً بيقع دايماً بيطلخبط اللي بيسيب نفسه للفطرة بتاعته اللي ربنا خلقها عليه عمره ما هيعمل حاجة غلط هي ماشي ماشي متدلع ومبسوط وماشي صحة برضه لكن التشهدد اللي واحد بيعمله ده هو اللي بيوقع عن الناس فالأهالي بيعودوا يشهدوا طول الوقت ويعملوا حاجة اسمها تقنيب الضمير اللي أول كانوا بيسموها دايماً عفلية العلبة يقول لك أنا عندي علبة حتطالك هاي هتشوف كل خطواتك حتى برا بيسموها كده جاكن دابوكس بعد كده اللي واحد بيلبر ولا فيه أي حاجة والأب والأب ماشيوا راحوا خرجوا بس يبيني العلبة وأنا متوقع أن العلبة دي هيطلع فيها العفريت يقول لهم على كل اللي بيعمل زي قط الفران وزي العصفورة هي العصفورة العصفورة اللي آه